نعم بعد اجتماع مجلس المركزي لقوة الحرية والتغيير بدكتور عبدالله حمدوك كان هناك بيان من المجلس بنفي هذا الخبر ونفي إرسالهم لوفد قابل رئيس مجلس الوزراء وكان مفاد البيان هو أنهم لم يرسلوا أي وفد لهذا اللقاء وأن قوة الحرية والتغيير لديها لجنتين فقط وهي لجنة الاتصال السياسي التي تتحدث بصفة أنها تابعة لمجلس المركزي وأيضا لجنة الإعلام وهي تتحدث أيضا للوسائل الإعلامية وهي لم ترسل أي من اللجنتين للقاء رئيس مجلس الوزراء وكان هذا البيان فيه تجديد على عدم مشاركتهم في لقاء دكتور عبدالله حمدوك بالمقابل المجموعة التي التقت رئيس الوزراء اتفقد على عدد من النقاط وهي إطلاق صراح المعتقلين وأيضا ضرورة حماية المواكب والدعوات المليونية التي ستكون في الخامس والعشرين من نوفمبر وأيضا أكدوا على ضرورة أن يكون هناك عدد من اللقاءات المستمرة ما بينهم وبين رئيس الوزراء أما اجتماع مجلس السيادة فتناول عدد من النقاط المهمة جدا أهمها تكويل لجنة لتقصي الحقائق والبحث عن الجناء الذين ارتكبوا الجرائم في الثالث عشر والسابع عشر من نوفمبر الماضي وأيضا ضرورة التركيز على النقاط الصحية وضرورة أيضا استكمال هياكل السلطة الانتقالية وسيتم تعيين في الأيام القادمة رئيس القضاء وأيضا النائب العام وهو استكمال للقضايا القانونية في المرحلة الانتقالية نستطيع القول أنها نقاط فعلية على أرض الواقع تمت بعد الإعلان السياسي الذي جمع بين رئيس الوزراء وبين رئيس مجلس السيادة فعليا تم إطلاق عدد من المعتقلين إطلاق صلى عدد من المعتقلين وأيضا فعليا تم توجيه بتكويل لجنة لتقصي الحقائق والنظر في عدد الضحايل الـ 41 منذ الـ 25 من أكتوبر الماضي وإجراءات الجيش في ذلك التوقيت شكرا لك مرسلتنا رشال رشيد من القرطوم